الله والله والجاح تظاهرات تشرين التي قدم فيها العراقيون مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين منذ اللحظات الأولى لانطلاقتها كانت تطالب بإجراء انتخابات مبكرة وتغيير العملية السياسية واستعادة الوطن من الفاسدين وتنفيذا لمطلب الشعب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فاجأ الجميع بتحديد السادس من حزيران المقبل موعدا للانتخابات المبكرة الأمر الذي دفع أحزاب السلطة لشن حملة ممنهجة من التشويش والتشكيك ضد موعد الانتخابات وممارسة شتى الضغوط على الحكومة وصولا لهدفها في إبقاء هيمنتها على السلطة الانتخابات ممكن أن تكون نزيهة بنسبة معينة لكن ليس نسبة مطلقة كاملة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ذا تطبقت العوامل والشروط المتاحة لها أن تكون هناك دوار انتخابية متعددة بهذه الحالة راح تقل هيمنة الأحزاب على مناطقها هناك مناطقية شهدها العراق طيلة الفترات الانتخابية كل حزب لديه منطقة بالأضف إلى ذلك سيطرتهم على بعض المراكز الانتخابية مع الترحيب الشعبي والدولي الواسع لتحديد موعد الانتخابات المبكرة باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح إلا أن مواطنين أبدوا مخاوفهم من أن تؤدي الظروف الحالية في البلد إلى تكرار الوجوه والقوى المتسلطة على الدولة نفسها في أي انتخابات مقبلة بالسنوات اللي مضت شنو اللي صار بالانتخابات أنه العالم تطلع تنتخب بالتالي أنه ما يحصلون شي أنه سياسي بس يصعد يستلم المنصب ماتة يلتهي فقط بأمور شخصية أمور حزبية ضيقة كل من ملتهي بكتلته كل من ملتهي بالخمط ماتة إحنا لحد الآن هاي صار ويا هاي السنة صار تقريب 17 سنة ونص لحد الآن إحنا ما لتمستنع دهم شي لاكوا تبليط لاكوا خدمات لاكوا فرص تعيين للمواطن نحن أغنى بلد نفطي بالعالم خبراء قانونيون رهنوا إجراء الانتخابات المبكرة بحل البرلمان وتعديل قانون الانتخابات المختلف عليه وحل إشكالية قانون المحكمة الاتحادية إضافة إلى تخصيص موازنة مالية لمفوضية الانتخابات مطالبين بإشراف أممي مباشر على إجراء الانتخابات منعا لعمليات التلاعب والتزوير بعد أن حدد رئيس الوزراء موعد الانتخابات على البرلمان أن ينجز قانون الانتخابات ويتفق على الدوائر الانتخابية أن تكون المحافظة دائرة وعدة دوائر حتى فعلا تشرع مفوضية الانتخابات القيام بواجبها على الرغم من إدراك أحزاب السلطة رفض الشعب لها إلا أنها متمسكة بكنز السلطة وتقاتل لإفشال محاولات إقامة انتخابات النزيهة مستغلة تأخر تنظيم القوى الشعبية المنبثقة من ساحات التظاهر لنفسها من أجل خوض المعركة الديمقراطية العام المقبل